ميزون العربية رامز القاضي أهلا وسهلا بك رامز لو تطلعنا على ما يحصل الآن على ضوء ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي نعم حسام صحيح يمكن أن نتحدث عن منذ أنه منذ أكثر من عشرين دقيقة ولفترة متواصلة تستمر سماع دوي انفجارات قوية رصدنا سماع دوي هذه الانفجارات ونحن نمواجدون هنا في إبل السقي وتمكن غالبية اللبنانيين من سماع دوي هذه الانفجارات ما يشير إلى أن ما يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الغارات الاستباقية يمكن أن تكون في العمق جنوب لبنان وأيضا في العمق اللبناني تردد صدى هذه الانفجارات أو هذه الغارات في غالبية المناطق اللبنانية حيث نقف نحن في إبل السقي الآن منذ قرابة عشرين دقيقة ولفترة متواصلة كان يتردد دوي انفجارات قوية يمكنني أن أقول أنها أيضا غير مسبوقة منذ بدأ هذه المواجهات قبل عشرة أشهر دوي انفجارات قوية فضلا أيضا أنها تترافق في هذه الأثناء مع تحليق مكثف أيضا للطيران الحربي الإسرائيلي إذن صوات هذه الانفجارات سمعت في غالبية المناطق اللبنانية وصولا إلى أن صدى هذه الانفجارات كذلك سمع في العاصمة بيروت وفي مختلف المناطق البقعية وصولا أيضا إلى منطقة البقع سمع صدى هذه الانفجارات القوية ويترافق ذلك أيضا أشير إلى أنه مع تحليق مكثف لطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية ولسيما في أجواء الجنوب حيث رصدنا ذلك ونحن متواجدون الآن في إبل السقي في مرجعيون التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود اللبنانية طيب رامز تحدثت عن سمع دوي انفجارات وربما هي كما تفضلت غارات ربما استباقية وهذا ما يشير إليها الجيش الإسرائيلي من أن هناك رصد لتحركات من جانب حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل لكن لو تضيء لنا على جغرافية المناطق المستهدفة حاليا لا معلومات دقيقة حتى هذه اللحظة استنادا إلى ما ذكرت وما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ الغارات استباقية كما قال ضد مواقع لحزب الله أو استباقا لضربة أو لرد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكرا المعروف بالسيد محسن لكن حتى هذه اللحظة المعلومات غير متوافرة بشكل دقيق عن الأماكن المستهدفة أو أن هذه الغارات ماذا استهدفت بالتحديد لكن يمكن القول من خلال أن هذه الغارات التي حتى رصدنا الانفجار الكبير في هذه المنطقة أنها قد تكون في الجنوب اللبناني لكن ما يعزز أنها أيضا في أكثر من نقطة وتتزامن في أكثر من نقطة وفي توقيت واحد هو صدى هذه الانفجارات التي تردد هنا في الجنوب اللبناني من أكثر من منطقة وما يرجح أيضا مسألة أن هذه الانفجارات ليست فقط في الجنوب اللبناني أن صدى هذه الانفجارات سمع حتى العاصمة بيروت وكذلك سمع في البقاع يعني لبنان بأسره الآن يمكنني أن أقول أنه استيقظ على صدى هذه الانفجارات القوية جدا في لبنان وبالتالي هذا ما يرجح أن هذه الغارات ليست فقط في الجنوب اللبناني إنما أيضا في عموم لبنان هذا بشكل واضح ومؤكد لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإبلاغ أو الإعلان بشكل دقيق عن مكان هذه الغارات على وجه الدقة يعني رامز منذ الثامن من أكتوبر تقريبا هناك قصف متبادل بين إسرائيل وبين حزب الله هل يمكن تأكيد بأن هذه الأصوات التي استمع إليها اللبنانيون خلال النصف ساعة الماضية هل تبدو غير مألوفة مقارنة بأصوات الانفجارات طوال هذه الأشهر الماضية صحيح يمكن أن نؤكد ذلك أن هذه الغارات أو صدى هذه الانفجارات أقل له حتى هذه اللحظة غير مسبوق منذ بدء هذه المواجهات وهذا التصعيد في جنوب لبنان منذ أكثر من عشرة أشهر إضافة إلى أن صدى هذه الانفجارات ما يشير أيضا إلى حجم إذا ما تحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي نهى سلسلة من الغارات هي بالتالي أيضا غير مسبوقة وأيضا بالنسبة إلى تزامن هذه الانفجارات في وقت واحد وربما أيضا إذا بعد قليل تتضح الأمور ربما رقعت هذه المساحة الجغرافية وتزامن هذه الغارات في وقت واحد كذلك هو غير مسبوق وأذكر أننا كنا نعيش حتى هذه اللحظة فترة الانتظار انتظار من قبل أن الحزب الله كان أكد أن الرد على اغتيال قائده العسكرية فؤاد شكر المعروف بالسيد محسن هو رد حتمي وأنه يبحث عن رد حقيقي وليس ردا شكليا وأنه وحده من يمتلك التوقيت وساعة الصفر لذلك استيقظ لبنان وأكد أنه قرابت منذ أكثر من 20 إلى 25 دقيقة على صدى هذه الانفجارات القوية في سماء جنوب لبنان في أيضا تردد صدى هذه الانفجارات وصولا إلى العاصمة بيروت والبقاع وصد تحليق أيضا مكثف وحركة نشطة وتحليق على مستوى منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي أيضا ربما يكون ردا أيضا على سؤالك مسألة ربما استخدام نوع جديد من الأسلحة أو غارات بشكل غير استباقي نتيجة هذه نتيجة هذا الصدى هذه الانفجارات الكبير الذي سمع ورصد في عموم لبنان لأننا لم نعن نتحدث عن سماع دوي هذه الانفجارات كما كنا نسمع ذلك منذ عشرة أشهر بالقرب من الحدود اللبنانية أو في الحافة الأمانية ابقى معي رامز نشير فقط